السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الترجمة لما ضمين كتاب أوتسايدر كتاب أوتسايدر للسوسيولوجي الأمريكي هوورد بيكر والذي فيه دراسات حول سوسيولوجيا الإنحراف طبعا الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية وأنا أقرأه باللغة الفرنسية وأحاول أن أترجم مضامين الكتاب وفصوله إلى اللغة العربية إذن وصلنا إلى الفصل التاسع وهو الفصل ما قبل الأخير لأنه هناك فصل تاسع ثم بعد ذلك يأتي الفصل الأخير الفصل التاسع بعنوان الإتودة de la deviance, problem and sympathy إذن دراسة الإنحراف إشكاليات وطبعا هنا مكتوب كلمة sympathy يعني تعاطف أو تعاطفات ترجمت يعني العنوان بإشكالية فقط لماذا؟ لأن هنا هوورد بيكر يطرح بعض التحديات حول دراسة الإنحراف وأيضا يطرح إشكالية التعاطف التي تكون لدى الباحث عندما يدرس الإنحراف أحيانا يعني يميل مثلا إلى المنحرفين إلى المجموعة المنحرفة أو إلى المجتمع الآخر أو يعني إلى الأفراد الآخرين من المجتمع وبالتالي هذا أيضا يعتبر من الإشكاليات بالنسبة للباحث وبالتالي فإنني قررت أن أتحدث عن الإشكاليات بصفة عامة إشكالية التي يطرحوها دراست موضوع الإنحراف إذن la difficulté la plus recurrente que rencontre الأ THEY DIVIDENCE إذنوا الهموكضون المطعلقة لإنسافذ Leon's له فى الحالين ومن ف Bee tapa إذن Planning عند هذا الكتاب وعند ق준 gustar بهذه الدراسة يقول بأن الصعوبة التي نجدها عند الدراسة العلمية للانحرف هي قلة المعطيات معطيات طبعاً عدم كفاية الأحداث والمعلومات التي يمكن أن نعتمد عليها لبناء نظرياتنا وبالتالي يقول بأن النظرية إذا لم تكن مبنية على معطيات قوية وصلبة فإنها تكون أقل نفعاً سبباندن النقزامان دولالالتراراتور سانسيفيك كونساكري على كوندوية ديفياند مانتره كالكمبورت إن تريباً بروبورسيون دو تيوريه برابور أوفه كما لحظا أن ذاك عند قيمه بالدراسة فلحظ هورد بكر بأن الدراسات التي كانت مخصصة لدراسة السلوك الانحرفي كانت نسبة كبيرة منها تتعلق بأعمال نظرية فقط ففي دراسة نقدية للدراسات حول الديلنقونس حول الجريمة الشبابية فلاحظ بورديواء بورديواء لاحظ بأن المصدر الذي يعتمد الذي كان يعد دائماً مصدر للمعطيات حول العصابات التي يشكلها المراهقون كان ما يزال هو كتاب شهير لفريديريك فريديريك تخازه بعنوان The Gang بعنوان العصابة والذي نشره سنة 1927 إذن في الوقت الذي قام به قام هوز بكر بالدراسة إذن اعتمد على دراسة لبورديواء حول جريمة الشبابية والتي أكدت بأن أغلب الدراسات حول الجريمة الشبابية تعتمد على المعطيات التي ذكرها كتاب فريديريك ترازر هذا يدل على أنه لم تكن هناك دراسات كثيرة فهذا لا يعني أنه لم تكن هناك أي دراسة حول الانحرف ولكنها إما دراسة قليلة أو غير متوافقة مع أهدافنا كما يقول هوورد بكر من أجل البناء النظري وهذا من خلال وجهين أولا دابور إليس هناك دراسات تسمح بالحصول على المعطيات حول نمط حياة أو نمط وجود المنحرفين بحسب رؤيتهم هم من زاوية نظرهم أغلب الدراسات التي أجريت على الجريمة مثلا جريمة المراهقين والشباب فهي كانت تعتمد في الغالب على ملفات العدالة وليس على الملاحظة المباشرة بأن كانت هناك فقط أرقام ملفات إلى آخره يعتمدون عليها من أجل دراسة الجريمة في أوسط الشباب مثلا كانت العديد من الدراسات تربط بين وجود الجريمة لدى الشباب بعوامل مثل الحي الذي ينتمون إليه الحياة العائلية أو شخصياتهم إلى آخره إذن دراسات قليلة اهتمت بوصف تفاصيل الحياة اليومية للشاب المنحرف أو الشاب الذي يرتكب مجموعة من الجرائم كذلك طبعا اهتمت يعني دراسات قليلة اهتمت بحياته اليومية وبما يعتقده حول نفسه وعلى أنشطته إلى آخره والمجتمع هنا يريد هوورد بكر أن يقول بأن الدراسات التي كانت في البداية كانت تعتمد على أرقام ملفات للعدالة إلى آخره ولم تكن تمس جوهر الحياة الحياة الشاب المنحرف وبالتالي فأكيد هدفه نقد لنوع من الدراسات السوسيولوجية والمطالبة بالدراسات الإثنغرافية والدراسات التي تعتمد على الملاحظة وعلى المقابلة وبالتالي يقول بأنه بعد ذلك اعتمادا على تلك الدراسات العامة نبني نظريات حول جريمة الشبابية أو جريمة الشباب ثم بعد ذلك نستنتج حياة المنحرف أو المجرم انتلاقا من دراسات تجزئية إلى آخره هو من مجموعة من التقارير التي لها طابع صحفي وهذا طبعا لن يؤدي بناء إلى بناء نظريات على معرفة صلبة وقوية بالظاهرة والتي يمكنها انتشحها لنا مجموعة من الأشياء يقول كذلك هوورد بيكل يعني هو مثل أعطى مثال يقول بأنه مثل مثلا الأنتروبولوجيين الأوائل الذين كانوا يعتمدون في بناء دراساتهم طبعا على مجموعة من القضايا يعتمدون على بعض التقارير التي كانت تقارير غير مكتملة أو مباثرة لبعض المباشرين ما يوسمى بالميسيونير لذين كانوا بعثات تبشيرية كانت وستعمارية كانت تذهب إلى البلدان أخرى مثلا الأنفريقية ويعتمدون عليها الأنتروبولوجيون الأوائل المسألة أخرى أنها لم تكن تدرس جميع أنواع الإنحراف بعض التقارير الناسيات لم يكن تدرس جميعا أخرى أو أن التأثير الناسيات ليستمتعين من أنواع الإنحراف أنهم لا يدرس جميعا أخرى مثلا يقول Howard Baker كما من الدراسات السوциية توجد حول نعمة حيات مختلفة أنواع الإنحراف المثليين يقول بأنه لا يعرف إلا عدد قليل ومن ثم فقط أن يكون بشكل مدرسي ومن ثم فقط أن يكون بشكل مدرسي بشكل مدرسي ومدرسي ومن ثم فقط أن يكون بشكل مدرسي يقول كذلك يأخذ حالة أكثر وضوحا وهي أنه يوجد مجال في طرل انحراف ومهم جدا لكن الدراسات السوسيولوجية لم تتطرق إليه ويتحدث في تلك الفترة وليس الآن لأن هذه الدراسة القديمة يقول هو مثلا مجال الأخطاء المهنية إذن مثلا هذا من المجالات التي طبعا لم تكن في تلك الوقت تخضع للدراسات السوسيولوجية Il est bien connu par exemple que les commissions des associations professionnelles de juristes et de médecins qui s'occupent de problèmes de déontologie traitent un grand nombre d'affaires cependant en dépit du grand nombre de descriptions sociologiques des comportements et des cultures professionnelles il y a au mieux très peu d'études de conduite des membres de professions libérales contraires à la déontologie إذن كان هناك مجال أعداد قليل من الدراسات السوسيولوجية التي تدرس سلوك أو بعض يعني الأشخاص انتهاكوهم ما يسمى بالدراسي للانتولوجيا أخلاقية المهنة في بعض المهن الحرة quelles sont les conséquences de cette insuffisance de données إذن ما هي آثار يعني عدم كفاية المهنة بالنسبة للدراسات الإنحراف أولا المسألة الأولى يقول Howard Baker كما يؤكد ذلك كما يجب comme je l'ai signalé les théories que nous construisons sont défectueuses إذن ستكون طبعا هذه الدراسات طبعا ستكون غير مكتملة و ستكون غير منسجمة مع الواقع avant de pouvoir commencer وبالتالي قبل أن نتطرق إلى إعداد نظريات ونقوم بالتجربة مثلا فيما يخص كيفية اشتغال يعني الحيوانات مثلا فيجب علينا يقول أننا يكون عندنا وصف دقيق لجسم الحيوان يعني تشريح لجسم الحيوان وصف دقيق لكي نستطيع وبالتالي نفس الشيء بالنسبة للمجتمع يقول أنه يجب علينا يكون وصف دقيق للمجتمع كي نستطيع أن نحدد ظاهرة بقصف ونعرف بالضبط ما هي الظواهر التي يجب أن تنبني عليها النظريات بقصف بالعودة إلى مثال المثلية أو هناك ما يسميه الشدود طبعا المثلية للمجتمع للمجتمع طبعا نفس التقافة فنكون مخطئين لأن هناك إحدى الدراسات لريس أثبتت بأن فئة منهم تشارك في هذه العلاقات المثلية ولكنها لا تعتبر نفسها من المثليين مثلا بعض الشباب منحرفين كانوا يمارسون الدعارة المثلية لأنها ما يسمى بلا بخوستيثيوشيون مسكولين يعني الدعارة الذكورية التي يمارسها بعض الشباب للحصول على المال في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الشباب كانوا يمارسون دعارة الجنس طبعا في إطار المثلية من أجل الحصول على المال فقط وليس لأنهم مثليين بالنسبة لهم وإنما من أجل الحصول على المال وبالتالي فهم لا يعتبرون أنفسهم مثليين وعندما يصلون إلى مرحلة من العمر ويستطيعون أن يقوموا بأعمال أكثر عنفا عندما يستطيعون القيام بأعمال أخرى أكثر عنفا وأعمال تجلب لهم المال أكبر فإنهم يتخلون عن هذه الممارسة الممارسة المثلية كذلك يقول بأن كم من الأشكال أو السلوكات المثلية وأنواعها التي اكتشفت والتي طرعا وصفت إلى آخره إذن يقول بأن هناك طبعا نقص في الدراسات حول هذا الموضوع وبالتالي عندما تنقصنا ندراسات حول هذا الموضوع النظر التي تنبنيها حول هذا الموضوع تكون مشاوها حسب هورد بك نظرنا لا يمكننا أن ندراسات حول لسلوكات المثلية وليس لدينا كذلك دراسات كافية حول أنواع الانحراف الموجودة يقول بأنه خاصة أنه ليس لدينا دراسات حول الانحراف والتي يقوم بها باحثون ينشئون علاقات خاصة مع المنحرفين بهدف الحصول طبعا على المعلومة وعلى المعطيات يكون الباحثون الذين يقومون كما أشرت في البداية بدراسات كيفية بدراسات عن طريق المقابلة أو الملاحدة يستطيعون أن يكشفوا بعض الضواحر عن قرب الغزون دسوزان سوفيزانس sont en partie technique إذن أسباب هذه يعني عدم كفاية هذه المعطيات أو هذه الدراسات هناك شق يتعلق بالجانب التقني المنهجي إنه ليس لسهول لدينا دعوانس إنه ليس لسهول لدينا دراسات المنحرفين يجب عليه أن يتجاوز طبعا عوائق وعراق يستطيع يعني تجاوزوا في البداية قبل أن يستطيع أن يكتشف يعني أشياء مهمة puisque l'activité des viants risque d'être sanctionnée si elle parle au grand jour elle est de celle que l'on cache وبالتالي فالضواهر الإنحرفية فهي ليست من الضواهر الموجودة والمتاحة أمام العلن وإنما بما أنها غير خاضعة للمعايير الاجتماعية فهي تجرى في إطار طبعا آخر يعني أنها مخبأة وإنما لا يكشف عنها المنحرفين ينون دو سالة كون نقزيب et dont on se vante auprès des étrangers celui qui étudie la دعوانس doit convaincre les personnes auxquelles il s'intéresse qu'il ne les mettra pas en danger et que leurs révélations ne leur porteront pas tort وبالتالي فالذي يريد أن يدرس إنحرف يجب أن يكتشف يعني أن تكون لدي علاقة مع هؤلاء المنحرفين يكسب ثقتهم ويبين لهم بأنه لن يفضحهم مثلا ولن يكشفهم إلى آخره إذن عندما تكون هناك ثقة بين الباحث وبين المبحوث معهم أكيد أنه قد يستطيع الوصول إلى معلومات كثيرة وغنية فالذينا يقومون بسلوكات إنحرفية فدائما يحاولون أن يحمون أنفسهم من المجتمع يعني يحمون أنفسهم من الأشخاص لذينا يعتبرونهم أجانب عنهم أو غراباء لذينا يحاولون الذي يرتكب داخل مؤسسة رسمية مثلا مؤسسة رسمية فهو يكون محمي بنوع من السكوت فالأعضاء الذين يمارسون مثلا بعض السلوكات الإنحرافية داخل مؤسسات رسمية مثلا داخل مستشفى أو داخل مدرسة أو داخل مؤسسة حكومية عندما يرتكبون بعض المخالفات فإن تلك المخالفات قد يعني يعقب عليها الشخص وبطريقة سرية إلى آخرها في إطار المؤسسة وانتهى الأمر مثلا الطبيب الذي يدخن المخدرات فهو لا يعقب بطريقة قوية وإنما فقط قد يعني يفصل إلى آخره على كله يعني لا يفضح في المجتمع لorsqu'un médecin يسرق في المجتمع في المجتمع يجب أن يتجرب داخل مدرسة وإنما يتجربون بأن مثلا أحد الطبيباء يعني يكتشفون يسرق من الممنوعات الموجودة في المجتمع وما يبيعها أو الاستهلاكها يطلبون منه فقط أنه يستقيل وبالتالي فهم لن يدفعوا به إلى الشرطة هذا هو المقصود وبالتالي هنا عندما يسمح المدير مثلا مدير مؤسسة صناعية يسمح لباحث ما بالدخول إلى المؤسسة وإلى التنظيم فقد يحاول أن يتحكم في الأشياء التي يبحث فيها الباحث يحاول أن يتحكم في مجال البحث وقد يخفي مجموع من الأشياء عند حضور الباحث يخفي مجموع من الأشياء يخفي مجموع من الأشياء يقول بأنني لم أقوم بأي لم أتواصل مع يعني المسؤولين الكبار للشركات لم يعني أتواصل معه بشكل رسمي يقول بأنني لاحظت بأن مجموعة من الباحثين قاموا بذلك الشيء يجي يقول بأن الباحث الذين قاموا بالتواصل مع المسؤولين الكبار من أجل قيام البحث قال بأنه وجد بأن المسؤولين يقومون بتزين الأشياء ويحاولون أن يعني تحكموا في مجال البحث بأن يحاولون بأن يتجنبوا البحث داخل مثلا الأشياء المتعلقة بالإدارة إلى آخر المسؤولين ويحاولون ويحاولون متحكمون فيها داخل ويحاولون يستعملون مناهج أخرى لإخفاء طبعا يعني إنحرافهم عن العالم الخارجي أو عن الأشخاص الآخرين الذين يعتبرون غرباء عنهم ويحاولون تحكموا لإيجاب مثلا مثلا إذا كان مثلا وجود مقهى ليجتمعوا فيه مثلا يعني يجتمعوا فيه مثلا السراق المدينة يعني هناك مكان مقهى مثلا يجتمعوا فيه مجموعة من السراق الكبار في المدينة في مدينة ما ويأتي الباحث ليدرسهم فطبعا قد يسكتون ويدخل يعني الباحث إلى ذلك المقهى ولا يشعروا بأي شيء ولا يكشفون له عن أي شيء طبعا يرفضون أن يدلوا بالوهم في الموضوع هذه فرم ديسيمولاسيون تشعروا ديسيمولتين للمدينة للمدينة إذن هذه الأشكال من الإخفاء فهي تطرح مشكلتين أو صعوبتين في البحث يجب أولا يجب علينا أن نجد الأشخاص الأشخاص التي نجد كيف أدرس مثلا إدمان المخدلات وسط الأطباء كيف أصل إلى الطبيب مثلا مدمين مخدلات مثلا مثلا أريد أن أصل لأطباء مدخينين مثلا كيف أصل إلى أولا الأطباء كيف أصل إلى أطباء كيف أستطيع ان أحديد أو أعرف عن مدينة أو أموخ تليفة أطباء من وإلى أطباء أطباء الزائف لأن أطباء المخدر وإلى أطباء أطباء المخدر 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 وكيف يعني أصلوا إليهم إلى آخر المرحلة الأولية إذن كيف أصلوا إلى الأشخاص المعينين لكن celui qui étudie la déviance إذن هذه إشكالية من الإشكالية لكن celui qui étudie la déviance rencontre encore d'autres difficultés إذن ولكن الذي يدرس الإنحراف فهو يجد صعوبات أخرى وهي سيهل بريطان دوني un compte rendu précis et complet de ce que font les déviants de leur mode d'association et ainsi de suite il doit passer au minimum quelques temps الصعوبة الثانية وهو أنه هذا الشخص الذي يريد أن يدرس الإنحراف إذا أراد أن يصف أو يكون لديه تقرير مكتمل ودقيق عن ما يفعله المنحرفون عن مجموعة من الأشياء التي تعلقوا بنمط اشتغالهم فيجب عليه على الأقل أن يمضي وقتا معهم يلاحظهم في حياتهم اليومية عندما يقومون بأنشط تطهيم العادية إذن عليه أن يقوم أيضا ليس فقط بالمقابلات وإنما أيضا بالملاحظة بالملاحظة المباشرة هذا يعني أن الباحث يجب أنه يكيف دراسته وإبحاثه بحسب نمط حياة الآخرين مثلا أنا أريد أن أدرس البغاء البغاء طبعا غالبا يتم في الليل وإذا أردت أن أصف بدقة يعني خروج المرأة مثلا المرأة التي تمارس البغاء من منزلها وكيف كذا وكيف تلتقل جميع التفاصيل إذن يجب علي أن ألاحظ تلك الأشياء وكي ألاحظها سأغير نمط حياتي ولن أنام في الليل طبعا وسأضطر إلى النوم في النهار وإذا كانت هناك ارتباطات عندي عائلية من الصعب نقوم بياتي الدراسة إلى آخر وبالتالي هذا كله كله يطرح إشكالية بالنسبة للباحث وبعد أحيان يجب أنه يعني يخترق بعض الأماكن التي تكون خطر عليه إذن إذا كنت أردت أن أدرس مثلا التجارة المخدرات ليس من السهل أن تدرس تجارة المخدرات يعني تخرج في الليل وتلاحظ وتدخل كذا إلى آخر وكتتعرد ربما يترددات إذن الأمر ليس سهيينان يمكن أن يكون تجارة لتنظر لنومة ويقوم بياتي الدراسة إلى الليل ويقوم بسهولة لتطور على أن نتخلقي هذا لن نتخلق أيضا عمليات أنه يمكن أن يسهل الثقة قسب الثقة لين يكسب الثقة المنحارفين مثلا تجار مخدرات أو لأن يكسب الثقة مثلا مشعوديين مؤسسين السحوى الشعوذة أو يكسب ثقة مثلا ممارسة للبغاء إلى آخر أو ليكسب ثقة شواذ يريدوا دراستهم كل ذلك قد يأخذ وقت طويلاً قبل أن يوافقه مثلاً أو يقبلوه كباحث مثلاً قبل أن يقبلوه كشخص ربما كشخص أو كباحث هذا النوع من البحث يأخذ وقت طويلاً أكثر من تلك الدراسات التي تقوم بها بمقارنة أرقام وإحصائيات وتكون في مؤسسات هكذا إذن طبعاً تحت مكيفات هنا فهي هذه دراسات أو صعوبات تقنية منهجية ويمكننا أن نجد وسائل لتجاوزها ولكن الضواهر المتعلقة بالأخلاق الجانب الأخلاقي فهو من الصعب جداً أن نتحكم فيها هذه المسألة تقنية من أشخاص ويقوم بشكل أشخاص وهناك إشكالية أخرى في البحث أكثر صعوبة وهي كيف يستطيع الباحث أن يدرس الموضوع دون أن يكون لديه حكم فيما يخص التعاطف هل هو يتعاطف مع المنحرفين مع المجتمع مع القوانين كيف يرى تلك الأشياء قد يرى أشياء مثلاً مضرة بالمجتمع كيف يتصرف يعني لاحظوا معي هو يدرس مثلاً بعض الأشياء يعني قد يرى أشياء يعني هل سيتدخل لا يتدخل هنا طبعاً من الصعب تحكم في هذه الأشياء سلوية دون أن يدرس الموضوع فيأستيJohn الحكم الذي يجب أن يكون لديه سيجد صعوبة في موضوع ما في دراسة مثلا مثلا دراسة المخدرات او كده يعني سيجد صعوبة في دراسة يعني المنحرفين او اخذ وجهة نظر المنحرفين وفي نفس الوقت اخذ وجهة نظر الناس الاخرين من المجتمع او الذين يسعون الى اطبق القانون في نفس الوقت. اذا اراد ان يدرس الانحراف مثلا مثلا سارقة. كيف سيدرسوا السارقة من وجهة نظر السارقين ومن وجهة نظر الشرطة في نفس الوقت وإذا مثلا درس السارقة من وجهة نظر السارقين وكشف عن رؤياهم قد يتهم بكونه يدافع عن السارقة وإذا درس السارقة من وجهة نظر المجتمع الآخر قد يتهم بأنه ضد هؤلاء السرق إذن هنا يجد نفسه في مشكلة وفي ورطة لذلك في السوسيولوجيين أحيانا يتهمون بأنهم يتعاطفون مع الجريمة إذن مؤخرا في فرنسا هناك بعض المرشحين للرئاسة الفرنسية من اليمين المتطرف وفي الغالب الأشخاص الذين يكونون يتمون إلى اليمين المتطرف تجدهم ينتقدون السوسيولوجيين وينتخذون السوسيولوجيا لماذا؟ لأن السوسيولوجيا هي لا تحكم وإنما تريد أن تفهم عندما تدرس مثلا بعض الإشكاليات إشكالية المخدرات أو إنحراف الشباب في بعض ضواحي باريس فهي تريد أن تفهم وتشرح فهي لا تحكم وبالتالي لغة السوسيولوجية بما أنها لغة السوسيولوجية لا تحكم وإنما تسعي إلى الفهم وإلى الشرح فإنما الآخرون يتهمونها بكونيها تبرر الانحراف بكونيها تبرر الانحراف وبالتالي لغة السوسيولوجيا لغة السوسيولوجيا عندما نريد أن ندرس الإنحراف وأن نفهمه أو نفهم جانبا منه يجب علينا على الأقل أن نأخذ يعني رأي وتمثل فئة معينة لها علاقة بذلك السلوك كما أشرت إما المنحرفين أو المجتمع القريب منهم أو الذي لها علاقة بهم كما أشرت في حالة الشرطة والسرق إذن الفولور و البوليس البوليس يعني كيف يرتبطوا عملها اليومي مع هؤلاء وكيف تنظروا إليهم وهم أيضا كيف ينظرون إلى حياتهم يمكننا أن نرى الأمر من الجانبين ولكن من الصعب جدا أننا نقوم بشكل متزامن بدراسة مثلا سلوك حرافي لماذا بشكل متزامن لأنك تقوم بدراسة ميدانية تعتمد على المقابلات وعلى الملاحظة المباشرة لأن أنت تدرس بالمقابلة والملاحظة المباشرة في الوقت الذي تكون فيها تدرس من الصعب عليك بشكل متزامن أنك تدرس الآخرين كيف يرون الإنحراث مثلا كشخصين مثلا يوجدوا كلاعب يوجدوا في المقابلة وجمهور يوجدوا طبعا في المدراجات أنت عندما تدرس المنحرفين أنت كلاعب في المقابلة من الصعب عليك أن تشاهد المقابلة كلاعب وفي نفس الوقت من المدراجات كمتفرج إذن لهذا يجد الباحث إشكالية طبعا وبالتالي إذا اختار أن يدرس المقابلة من وجهة نظر اللاعب قد يتهم من طرف الجمهور طبعا هنا الجمهور أقصد أنه الناس الغرباء عن اللاعبين وليس الجمهور بمعنى الجمهور كرة القدم وإنما فقط المقصود أن هؤلاء بعيدون وغرباء عن المجال الذي يوجد فيه اللاعب إذا يقول بأنه من الصعب أننا ندروس بشكل متزامن وجهة نظر المنحرفين والآخرين الذين يسعون إلى تتباية المعايير الاجتماعية فيمكننا فقط أننا نصف تمثلات وأراء هذه المجموعة وكيف تتوافق أو تتعارض مع المجموعة الأخرى يمكننا مثلا أن ندروس وجهة نظر الذين يخترقون المعايير الاجتماعية ونقابلها مع وجهة نظر الذين يسعون إلى تطبيق هذه المعايير فقط كان يقول بأننات وهذه هي طبيعة دواهر الانحراف التي تصعب بالنسبة للباحث الدراسة المظهرين من مظاهر هذه العملية وهي أنه يجب أن نفهم كما أشرت وجهة نظر المنحرفين ووجهة نظر المجتمع أو وجهة نظر الذين يسعون إلى احترام المعايير الاجتماعية أو يطبقونها إذن يقول هورد بكر ليسا الأمر مستحيل لدراسة الصينفين يعني كما أشرت المنحرفين والآخرون الذين ينتمون إلى الجهة الأخرى يقول بأن الصعب لماذا؟ لأن عملية مثلا دراسة المنحرفين تتطلب وقتا طويلا إذن يقول هنا يمكننا أن نتهم بأننا نميله إلى جهة على جهة أخرى بأننا نتعاطف مع جهة على جهة أخرى كما أشرت لكم يعني مسألة واضحة مثلا أعطيكم متاع إذا أردت أن أدرس موضوع لست أدري مثلا موضوع المخدر لاحظوا معي مخدرات موضوعها هو مثلا مخدر كانحراف يعني استهلاك المخدرات لاحظوا معي إذا قمت باستهلاك المخدرات من وجهة نظر المجتمع درست ذلك والمجتمع الذي يعارض المخدرات هو الذي أخذ الكلمة وأنهيت الدراسة هكذا يعني بأنني أخذت فقط وجهة نظر المجتمع الذي هو يعارض استهلاك المخدرات كيف ستبدو الدراسة؟ ستبدو الدراسة أنها ضد استهلاك المخدرات وتدين الاستهلاك المخدرات لكن إن قمت بدراسة الانحراف اللي هو استهلاك المخدرات فقط من وجهة نظر المجتمع المخدرات ذهبت إليهم وقابلتهم وحاورتهم قد يعتقد البعض بأن الدراسة هي تبرر أفعالهم إذن قد يعتقد البعض بأن الدراسة هي تشجعهم وتبرر أفعالهم وطبعا الإنسان لديه دائما عاطفة إنسان كائن عاطفي فسأعطيكم مثال بالنسبة لشخص مؤخرا كنت شاهدت فيديو لأحد المتحولين جنسيا وهذا طبعا هذا السلوك يعتبر في المجتمع سلوكا حرافيا شكل كبير جدا ذلك الشخص هو منبوذ بالنسبة للمجتمع ولكن عندما أخذ الكلمة في بعض المنابر الإعلامية في المغرب العديد من الناس بدأوا تعاطفون معه عندما استمعوا له وأخذ الكلمة وتحدث عن نفسه العديد من الناس استمعوا له وهناك من تعاطف معه إذا كيف أنه عندما يتحدث شخص ويقول وجهة نظره قد تجد من يدعمه وتعاطف معه إذا mais ceci n'est qu'une apparence ce que nous représentons n'est pas une vision déforbée de la réalité mais la réalité dans laquelle sont engagés les personnes que nous avons étudiées إذا طبعا كما أشارت أن البعض سيعتبر دراسةنا هي تملوا لطرف على طرف آخر إذا كما أشارت لكم في البداية إذا قمت بدراسة المخدرات استراك المخدرات من وجهة نظر الشرطة والمجتمع وكذا قد أكشف حقيقة معينة ولكن تلك الحقيقة قد تبدو مشوهة وقد تبدو تميل إلى طرف على طرف إذا قمت بدراسة استراك المخدرات من وجهة نظر المدمينين وتلك هي حقيقة أخرى وإذا اكتفيت بتلك الدراسة قد تبدو دراسة مشوهة وكذا وكذا وتميل إلى طرف على طرف آخر يعني دائما أنك عندما تقوم في إطار انحراف يعني بدراسة مثلا في إطار مقابلات بدراسة وجهة نظر معينة قد تتهم بأنك تميل إلى طرف على طرف آخر رغم أنك كشفت فقط جانبا من الحقيقة وطبعا هنا نحن لا نتحدث عن الدراسات السوسيولوجية التي تعتمد على أرقام لا وإنما نحن نقصد دراسات السوسيولوجية الإثنغرافية التي تعتمد على الملاحظة والمقابلة ملاحظة المباشرة والمقابلة وهذا هو المنهج الذي يعتمده هاورد بكر وكل أنصار مدرسة التفاعلية الرمزية يعني هاورد بكر هو ينتمي إلى تيار التفاعلية الرمزية أو إذا وجدنا صعوبة في اختيار يقول إذا وجدنا صعوبة في دراسة موضوع ما مثلا هل ندرس استهلاك المخدرات من وجهة نظر المدمينين أم من وجهة نظر المجتمع الآخر يقول إذا مثلا صعوبة علينا أن ندرسها مثلا وجهتي النظر معا كيف سنختار يقول هنا هناك طبعا جانب متعلق بالاستراتيجية استراتيجية الباحث وجانب آخر متعلق بأخلاق أخلاقية الباحث مسألة الأولى المتعلقة باستراتيجية الباحث يمكننا أن نقول بأن وجهة نظر المجتمع المجتمع التي طبعا تكون متوافقة مع المعايير حول الانحراف هي معروفة يمكننا أن نقول هذا الأمر يمكننا أن ندعي يمكننا أن ندعي ونقول بأن وجهة نظر المجتمع عن الانحراف معروفة نحن نعرف كيف ينظر المجتمع إلى مدمين مخدرة. نحن ننظروا نعرف كيف ينظر المجتمع الى آآ دعارة نحن نعرف الى كيف نظر المجتمع الى شواد الى اخره. طبعا قد نقول هذا الكلام وبالتالي هنا سنختار اننا ندرس الانحرف من وجهة نظر الاخرى من وجهة النظر المشتهلي المدمين المخديرات من وجهة نظر شواد من وجهة نظر الاخرين. قد نعتقد هذا الأمر ولكن هورد بكر يقول نعم ممكن ولكن يقول بأنه هذا الأمر غير صحيح لأن وجهة نظر المجتمع مثلا حول تمثلات المجتمع حول ظاهرة معينة لا يمكن أن نحكم عليها من خلال حس المشترك نقول المجتمع لديه هذه الرؤية إذن هو ضد مثلا ضد استهلاك المخدرات وكفاء لا عندما نقوم بالدراسة يعني عندما نقوم بأبحاث عن طريق المقابلات أنا ذك سنكشف سنكشف معطيات دقيقة يقول cette réponse toutefois me semble superficielle جو سبسان en fait que nous connaissons mal les points de vue des deux parties ويقول بأنه هورد بكر بأنني أشك بأننا لا نعرف كلا أو وجهتين نظر معا يعني طبعا وجهتنا dans المجتمع الذي يخضع للمعايير ووجهتنا dans المنحاركين طبعا هو خليت من الناس قد تكون هناك آراء متنوعة et nous nous savons pas davantage dans quelle mesure les membres ordinaire de la solstice conventionale partage en fait un degré ou un autre les perspectives des groupes qui ففي المجتمع طبعا الذي يخضع للمعايير إلى أي حد هناك بعض الناس تقسمون نفس آراء أو وجهة نظر المنحرفين مثلا هنا في المجتمع الفرنسي إذا اعتبرنا المثلية انحراف فالمثلية لا ينظر إليه المجتمع الفرنسي بنفس الصغرة هناك من سيعتبرها يعني مكروهة ومنبوطة وكذلك لديه رئيشة يعني طبعا حول الأمر وهناك من سيتعاطف معهم رغم كونه ليس منهم ويرفض تلك الممارسة وهناك يعني أصناف لا نستطيع أن نقول المجتمع يرفض وكفى إذن أظن أنني وصلت إلى نهاية الفصل قد ذكرت أهم الأشياء إذن ذكرت أهم أشياء هذا الفصل وأهم شيء ذكرته في 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 الأخير وأشرت لكم أنه عندما يدرس الباحث خاصة عندما يدرس السلوك المنحرف مثلا قد يدرس أحد الباحثين سلوكات جنسية منحرفة ويحاول أن يكشفها ويحاول أن يقوم بمقابلات مع أشخاص مارسوا تلك مثلا السلوكات قد يتهم ذلك الباحث بأنه يتعاطف مع هؤلاء بأنه يحاول أن ينشر مثل تلك السلوكات في المجتمع لأنه اكتفى بعرض وجهة نظر هؤلاء المنحرفين وطبعا عرض وجهة نظر هؤلاء المنحرفين هو عرض للحقيقة لجزء من الحقيقة الاجتماعية كما أن بعض الناس قد يتهم من يحاول أن يعرض فقط وجهة نظر معارضة مخالفة يعني مثلا بخصوص سأعطيكم مثال بخصوص البغاء بخصوص الضعارة أو البغاء إذا أتيت فقمت بأخذ أنا كباحث سوسيولوجي قمت بأخذ عين من المغاربة الذين هم طبعا مع المعايير الاجتماعية وضد الضعارة ودرست تلك الآراء والتمتلات ووضعتها في كتاب وضعتها في كتاب وأخذت مثلا دراسة أخرى حول البغاء مع النساء لاوات يمارسنا البغاء وأعطيت لهم الكلمة وفحصت نمط حياتهم بشكل يعني الحياة يومية إلى آخره ووضعتها في كتاب فالكتاب الأول قد يلقى القبول عند المجتمع ويرفض عند الذين يدافعون عن الحرية والحرية الفرضية إلى أخي يقول لك لا وهذا الشخص ماذا يفعل فهو كذا ويحاول أن إذن سأتهم بكوني أنحاز للمجتمع وللمعايير كذا إلى آخره ضد هؤلاء النسوة وإلى آخره إلى آخره وإذا قمت باستعراض وجهة نظر هؤلاء النسوة وبينت تفاصيل حياتهن قد يتهمني المجتمع وقد ربما أتهم من طرف بعض الأشخاص بكوني أشجع على البغاء وبكوني يعني كأنني أشجع على ذلك السلوك الإنحراف إذن هنا البحث السوسيولوجي يقع في هذه الإشكالية لذلك أشرت لكم بأنه من هنا تنبع مشكلة أن اليمين المتطرف في أوروبا يرفض السوسيولوجيا لأنه يرى بأن السوسيولوجيين عندما يقومون بدراسة بعض الظواهر الإنحرافية في البجتمع الفرنسي ومنها بعض الجرائم وبعض الأشياء يدرسها والتي تتعلق بالمهاجرين مثلا تلك الظواهر التي تتعلق بالمهاجرين وظواهر الإنحرافية الآخرية يدرسها أو تدرسها السوسيولوجيا من أجل الفهم والشرح لكن اليمين المتطرف سيقول لك لا تلك الدراسات تبريرية فهي تبرر وهذا ما كان قد قاله مانيويل فالس في حديثه عن ذلك الأمر في سابق قال بأن وتشرح إلى آخر سوسيولوجيا فهي تبرر هلا كلين انتهى هذا الفصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني اذكرت بعد الأمثلة من هنا وهناك والسلام عليكم